وحول هذا الحدث الخيري الأكبر في تاريخ مصر ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي أستاذ جمال بعد التحية هذا المشهد الحقيقة يعني لا يحتاج إلى تعليق بقدر ما هو يؤكد بأن هذا الاحتفال بمتطوع كتف بكتف تلك المبادرة الكبيرة تؤكد أن الأيدي التي تكتمع على الخير لا تحتاج أبدا إلى مساعد تحياتي لحضرتك ولكل أستاذ المشاهدين بتأكيد انطلاق مبادرة كتف في كتف اليوم تؤكد أن الدولة المصرية لديها القدرة على إيجاد الحلول وإيجاد أيضا عمل تنموي وآهلي نير ممطي نتحدث عن إرادة سياسية وقرار سياسة الحقيقة استطاع أن يوحد المجتمع المدني تحت مظلة هي الأوسع الآن مظلة التحالف الوطني للعمل أهلي والتنموي ومن ثم وجدنا عمل حقيقي يستطيع من خلاله القائمين على الجمعات الأهلية لخدمة أهلين من مواطني الشعب المصري في شكل في الحقيقة به نوع من أنواع التكامل في القدرات وأيضا التنسيق وتبادل البيانات وإيجاد مساحات أوسع للعمل الخيري حتى اليوم نجد المبادرة التي أعتقد أن هي الأهم إقليميا ودوليا في ظل هذه الأزمة العالمية الراهنة في ظل أزمة الطبيعة العالمية الراهنة مصر تطلق مبادرة تحت عنوان كاتب لكاتب تستهدف أكثر من 6 مليون أسرة 6 مليون أسرة إذا تحدثت أن متوسط عدد الأفراد أربع أسر إذا العدد كبير جدا من المواطنين سوف تشملهم هذه المبادرة في ظل أن العالم في الحقيقة يواجه الكثير من الصوابات قصة على قاعد الأمن الرزائي ولكن الخير دائما موجود في الداخل المصري وهذه هي الرسالة الأهمة أيضا اليوم نقف أمام نقطة في غاية الأهمية ليس فقط سكرة توزيع المساعدات أو التكاتب فقط ولكن أيضا لدينا اليوم نماذج شبابية بالحقيقة مبهرة السيد الرئيس عندما فتح السيسي كان حريصا على الحديث مع المتطوعين ونرى هذا دوما لأن بالتأكيد نحن نتحدث عن المتطوعين اليوم هم ملائكة السلام والرحمة في هذا المشهد الإنساني العظيم في الحقيقة يقومون بتور أكثر من رائع أثبتوا للمجتمع المصري وحتى أمام العالم إن أجراء المصري الآن يسخر قدراته وتقاطر خدمة دولته وبالتالي مشاهد في الحقيقة متؤكد المعنى الحقيقي للقدرة المصرية في صنع الخير صنع السلام صنع السنمية وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المبادرة حتى بعيدا عن أهدافها السنموية على الأرض هي لها أيضا أهداف معنوية كبيرة جدا إننا نستطيع أن نستطيع أن نتكاتف ونقف كاتفا بكاتف حتى مع بركافة التحديات والأجمال إذن كيف ترى الاحتفال بهؤلاء المتطوعين في مبادرة كتف في كتف المبادرة التي تعد الأكبر من نوعها على صعيد الحماية الاجتماعية في مصر يعني لم تكن لها سابقة المتطوعين في الحقيقة بلوجه لهم يعني اختحية والتقدير والإمتنان لأن رأينا شباب مصري اليوم واعي منذ أن انطلقت الكثير والكثير من المبادرات خلال ثمانية سنوات الماضية ثوما نرى الشباب المصري الدينمو المحرك لهذه المبادرات ونرى حرص كده السياسية المصرية على دعم الشباب المصري المتطوع وده بيأكد إن شاء الله المصري لديه من الوعي ومن قدرة ومن الإرادة الحقيقية لتسخير طاقات وإمكانيات لخدمة الوطن وهذه نقطة مهمة للغاية لأن لا ننسى أن في الفترة الماضية كان الشباب هو المستهدف ولكن الشباب المصري أثبت أنه لن يستجيب لأي أصوات مجردة لن يستجيب للشائعات لن يستجيب للفتن أو للأصوات النشاذ ولكن أنصت لصوت العقل أنصت لصوت الوطن واستجاب لهذا الصوت وقام وعمل عملا تنمويا رائعا بنرى أثار الإيجابية الآن في الحقيقة شباب مظهر نموذج مش بس لأشباب المصري ولكن حتى لشباب العربي والأصريقي إذن نستطيع أن نسخر طاقاتنا وقدراتنا في البناء في التنمية في الأعمار في مساعدة الآخر هذه الرسائل المهمة التي تخرج اليوم من القاهرة إلى العالم أعتقد أن الرسالة ليست محلية نعم هي تجربة محلية الصمة ولكنها عالمية وإقليمية التأثير وبالتالي علينا أن نفخر اليوم أنفسنا نفخر بما ننجزه من رسائل مهمة جدا بتعبر عن الحضارة المصرية وعن الهوية المصرية عشان كده وجدنا في كلمة أستاذ الرئيس اليوم حديث عن البخر والاعتجاز لأن بالتأكيد الجميع اليوم يفخر ويعتز انتماؤه لجولاته لأن الدولة المصرية بتزدق أنها لوقت المحن تستطيع أن تقص وتصمد حتى صغار السن حتى صغار السن وهو ملفة انتباه سيدة الرئيس ووجه التحية بنفسي إليهم يعني صغار السن بيشاركوا في هذا العمل التطوعي الكبير يعني هي ليست مشاركة في حسب لكنها أيضا بتدل على أن الجميع بيعطي يد الخير دائما لمصر بالتأكيد نحن نتحدث اليوم عن أجيال تسلم أجيال ما يشهده النشأ الصغير اليوم من الشباب المصري اليوم بالتأكيد سوف يكون مؤثر للغاية في تكوينهم وفي قدراتهم على العطاء في الفترة القادمة وبالتأكيد نوجه التحية للأسر المصرية التي أخرجت أبناء على هذا القدر من الوعي ومن القدر على العطاء للوطن ونحن في شهر المرأة بشكل عام أيضا نوجه التحية للمرأة المصرية التي أخرجت لنا هؤلاء الشباب والبنات العطائين للوطن وبالتأكيد نحن نتحدث عن أجيال تسلم أجيال وفي الحقيقة يعني كل المصرين يوموا في غلط بعد أن يروا الشباب المصري بهذا الوعي وبهذه الامكانيات والقدرات والثقات يستطيعوا أن يساعدوا ويقوموا بعمل ثنموي حقيقي سواء في مبادرات حياة كريمة في كاتس بكاتس في غيرها من المبادرات الحقيقة أشهر المصري يضرب المسل ويرسل ببادئ السلام والمحبة والتنمية ويرسل مسائل ليش في الداخل بس كمعولة ولكن حتى على الصعيد الزوج صحيح أستاذ جمال يعني من المهم أن تضعنا في آلية تنفيذ المبادرة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها فكرة التحالف في الأساس هي من مهدت لي أن يكون لدينا اليوم مبادرة بهذا الحجب الضخم لأن فكرة التحالف في الأساس كانت فكرة عبقرية أن تجمع سافة منظمات المجتمع المدني المصفصة في العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة هذا وفر إمكانيات ما يتعلق بتبادل المعلومات وتبادل قواعد البيانات وبالتالي سهل على الجماعيات التحرك بشكل أكثر تنفيقاً أيضاً سهل فكرة يعني الوصول بالمواطن المحتاج إلى هذه المساعدات أيضاً توافرت هنا بعد أن طبعاً هناك مظلة تحت اسم التحالف هناك أيضاً تنفيق مع الجهاد الحكومية والقطاع الخاص وطبعاً يعني دعم كبير جداً من القيادة السياسية المصرية وبالتالي كل هذه المحاور وكل هذه العناصر ما هدف أننا نرى الآن هذه المبادرة وبالتالي الضمانة الحقيقة في نكاح هذه المبادرة وهو مجود تحالف وطني حقيقي استطاع أن يرم أكثر من 34 مؤسسة أهلية تستطيع الآن أن تنصف فيما بينها فيما يتعلق بقواعد البيانات الوصول إلى المستعدة والوصول إلى الاحتياجات وبالتالي هذه تماماً مهمة جداً وبالتالي كانت فكرة إنشاء التحالف هي الخطوة الحقيقية التي ما هدف إلا أن نرى اليوم هذه المبادرة العملاقة إقليمية ودولية بالتأكيد اهتمام خاص بتولي الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجياً خاصة في ظل التداعيات الخاصة بالتحديات الاقتصادية والعالمية كيف ترى هذا الاهتمام والخطوات بالتأكيد تم اتخاذها في هذا الشأن؟ يمكن الدولة المصرية منذ بداية أن واجهنا بعض التحديات المستجدة هناك تحديات تقليدية كأننا نواجهها إرهاب البيضة السكانية وغيرها من التحديات التقليدية في الداخل المصري ولكن هناك أيضاً تحديات مستجدة كأحد كورونا أو الأزمة الاقتصادية العالمية هذه تحديات طارئة حتى الداخل المصري على المجتمع الدولي بشكل عام ولكن الدولة المصرية كانت تحقيقة على القدرة وعلى الاستعداد أيضاً وكانت لديها خطوات الاقتشرافية حتى في إنشاء بعض المشروعات التنموية وبعض المشروعات في هذه الدنيا التحديات لإدارة هذه الأزمات والتشراف هذه الأزمات وإيجاد حلول لها وبالتالي أنا أعتقد تواقع على فعيد إيجاد دنيا تحقيقية حقيقية لمصر استطاعت أن تواجه هذه الأزمات أو على فعيد القرارات من القيادة السياسية المصرية نجد قرارات تواقع بما يتعلق بجيادة داخل المواطن جيادة داخل أصحاب المعاشات وجود حجم مساعدات حتى لأعمالة غير منتظمة وجود أيضاً مظلات زي تكافل وكرامة وإستفاع هذه المظلة الآن وتشمل أعداد أكثر خلال هذه الفترة هنا مراعاة في الأزمات الاقتصادي العالمي الرائم وغيرها من القرارات على مستوى القيادة السياسية أيضاً على مستوى المجتمع المدني وديك التحالف الوطني الآن أيضاً يستعمل بشكل كبير جداً إذن نرى الآن جميع يعمل في حلقات متصلة فكان القرار السياسي العمل من خلال المجتمع المدني العمل الحكوري أيضاً وعيضاً من القطاع الخاص وهو شريف أساسي الجميع يعمل في مرحامة وطنية لمجرأة كافة التحديات الطارئة النتيجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية وهذا مفتاح النجاة وهذا كلمة السر في التكربة المصرية التي ستستطيع من خلالها أن نعبر كافة التحديات والأجمال وفي الثالث أعتقد أن كاتف في كاتف هو الأنوان الأهم ليس بس في هذه المبادرة ولكن الأنوان الأهم في هذه المرحلة في كافة التحديات يجب علينا أن نكون كافة في كاتف كنت معنا عبر الهاتف شكراً جزيلاً لك